أهلا بحضراتكم مرة تانية قبل ما استفيد في الحديث عن كواليس مباراة القمة النهاردة وقبل انطلاق هذا اللقاء الهم خليني بس أتكلم في بعض الأمور الهم في الحقيقة بارح شفنا طبعا الفيديو والناس كلها شفيته بتاع طفل الرحة اختبرات نادي الاسماعيلي وقال عول تي شيرت بتاع الأهلي عشان ما ينفعش يدخل يتمرن أو يختبر بالتي شيرت ده وللأسف مظهر مؤسف جدا ما نتمنهوش إطلاقا خصوصا أن دايما العلاقات كويسة ما بين مختلف الأندية آه ممكن يكون على مستوى الجماهيري بيبقى في بعض التوتر في العلاقة لكن في نفس الوقت حاجة للأسف سيئة جدا وأنا عجبني أوي إدانة الكابتن حسني عبدالربو نجم نادي الاسماعيلي وأحد أبرز النجوم في تاريخ الكرة المصرية في الحقيقة في مركزه والأدان جدا جدا اللي حصل وقال أن ده كلام ما ينفعش وطبيعي جدا الولد لو جاي بتشيرت الأهلي أو أي نادي تاني ينزل يختبر عادي يعني فللأسف الشديد ده كان يعني مشهد مؤسف للغاية ومش عارف حتى الرجل اللي كان بتكلم معاه ليه كمية الغل دي يعني ليه كمية الغل اللي أنت صدرتها للولد يعني وإيه كمية التعصب اللي أنت بتحاول تخلقها في أطفال لسه صغيرين يعني إيه ليه يعني عشان إيه إيه اللي جارة يبدو إيه الكسة يعني موضوع عادي جدا وياما ياما أنا واحد كنت مررسل في قناة الأهلي كنت بنزل أغطي الاختبارات وكنت بشوف والله العظيم مش مبالغة وحيات ربنا بجد كنت بشوف ناس أطفال جايين بتشيرتات الزمالك عادي بيختبروا عادي عادي ولا حد بيكلمهم خالص يا نادي الزمالك نادي كبير ومحترم الناس جاي بتشيرت الإسماعي وناس جاي بتشيرت المحلة والناس جاي بتشيرت كل عادي جدا جدا فالأسف مشت كمؤسف لكن الأهلي كان حريص جدا على يعني محاولة في التواصل مع الولد لو حابب ييجي يختبر في النادي الأهلي وبالفعل الكابتن فائد بيبو كان يعني عايز كده لو مضيوا في القطاع ناشئين في الحقيقة يعني ولفتة طيبة جدا منه وراح النهاردة الولد اختبر في النادي الأهلي ودي صور ليه اللي حضراتكم شايفانا على الشاشة أثناء الاختبارات واختبر النهاردة في النادي الأهلي بتنفسي التيشيرت الأحمر تيشيرت أفشا وبالمناسبة كمان هو اكتاز الاختبار الأول اكتاز الاختبار الأول هو النهاردة نجح في الاختبارات تمام فحيبع عنده اختبار تاني يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله برضو في مقر الأهلي في مدينة نصر أو فرع الأهلي في مدينة نصر اللي هو المكان اللي بيبقى فيه الاختبارات هو ده الولد وراح هو والد وأعتقد أخوه كان معاه يعني والولد نزل بمنتهى الشياكة والاحترام اللي في الدنيا ونزل اختبره والدنيا مشيت الحمد لله وفق النهاردة بشكل كبير وتم اختياره وحيكون موجود في المرحلة اللي جاية من الاختبارات اللي حتكون يوم الجمعة ده يعني أو دي لقطة من حديثه مع الكبات الموجودين وأبرزهم طبعا كابتن خالد بيبقى مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي فنتمنى له يا رب كل التوفيق نتمنى كل الناس اللي نفسها تلعب كرة وعندها الموهبة بإذن الله يكون موفقة في الاختبارات وبإذن الله يكون لها دور في الكرة المصرية فيما بعد يعني يعوضونا على الأيام الصعبة اللي احنا بنعيشها دلوقتي بصراحة هم المستقبل وهم بإذن الله بإذن الله يجبون لنا وطلوات وألقاب وحيقول لنا أحلام كتير جدا عند الشعب المصري فبالتالي أنت لازم أن أنت الأجيال دي تربيها على الروح الرياضية الأول ولازم أن أنت تسندها وتدعمها وإزاي تهيئها للمستقبل يكون جيد سوي مستقبل جيد وسوي ما يكونش مليء بالتعصب ولا بالشحن ولا بالأمور اللي احنا بنشوفها دي فنتمنى لهم يا رب كل توفيق لكن في المقابلة عشان الناس ممكن تكون شايفة أنا ببالغ الشوية أو بتكلم بمبالغة شوية הא� деة أن هناك ناس تروح ضامن باطريل الزامن الأهلي في خضرات تكون الطسر في رقم الأهلي لا أود أن أخبركمali الحصري لا أحد الأطفال اللي ذهها صوبlance والأهلي الآن stoked الشيء والآن كان البواopleك الإعقابية لكن Только ما أراك بداخر لا على الشمال أن يكون البوابلية البوابلية الألات والأعهمية البوابلية البوابلية التعباء ومنتهى الاحترام و الاستقبال ليه أصلي يا جماعة الموضوع مش مستاهل والله يعني كلنا أخوات وكل البيت فيه أهلاو زمالكوي وأي بيت فيه أهلاو زمالكوي فالموضوع حدي يعني فشوف الأهلي استضاف في الولد إزاي ما فيش أي مشكلة خالص نزل اختباراته وما عرفش دي استمارة بتاعت الاختبارات ولا دي الاستمارة اللي نجح من خلالها فحيروح للمرحلة اللي بعد كده وأنا أقول لك الولد اللي كان في الإسماعيلي وجي يختبر النهاردة في الأهلي لو عنده فرصة حيروح اختبار في النادي الزمالك حيروح المشكلة ولو راح بتيشرت النادي الزمالك من المفترض أن يتم استقباله بشكل جيد عادي لا تقوله وقل على التيشرت وقل على اللي انت لابسه ده بسرعة ما شعف يعني ليه عشان ايه يعني فده كان شيء مهم جدا نتمنى التوفيق للجميع